اهلا بكم مشاهدين الى هذه الساعة الاخبارية نغطي فيها اخر المستجدات في سوريا والمنطقة والبداية بالعنوي قصف اسرائيلي على مواقع النظام جنوب سوريا ومسلحون يهاجمون حاجز الطير بريف درع الشمالي القيادة المركزية الامريكية تعلن تنفيذ سلسلة ضربات جوية سابقة ضد تنظيم الدولة في البادية السورية وتدريبات للتحالف الدولي شمال شرق سوريا الامين العام لحزب الله يقول انهم مستعدون لحرب طويلة وصحة لبنان تعلن مقتلى 11 شخصا بقصف اسرائيلي على بلدة في البقاع بلدية بيت لاهية تطالب بوقف الإبادة والصحة العالمية تبدأ بإجلاء عدد من الجرحة من شمال غزة للعلاج خارج القطاع اشتركوا في القناة السوري واراضي الزراعية في رفي درعا والقنيطرة كما فجر حقل الغامن في المنطقة القريبة من الجولان المحتل وقال موقع تجمع احرار حوران ان الطائرات الحربية الاسرائيلية اغارت على تل الجابية العسكري في مدينة نوا غربية درعا كما قصفت المدفعية الاسرائيلية المتمركزة في منطقة تل الفرس أراضي زراعية في بلدات الرفيد والمعلقة والحيران وكودنا جنوب القنيطرة هذا وسقطت احدى القذائف قرب نقطة لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بحسب التجمع الذي اشار الى ان المجموعات التابعة لللواء 112 واللواء 61 في المنطقة كانت في حالة استنفار وتحريك للدبابات والعناصر في محيط السراية والكتائب هاجم مسلحون مجهولو الهوية حاجزا تابعا لقوات النظام بين مدينتي انخل وجاسم في ريف درعا الشمالي وقالت شبكة درعا 24 ان اشتباكات اندلعت عند حاجز الطيرة بالتزامن مع سماع اصوات مضادات ارضية في المنطقة وسقوط خمس قذائف في السهول المحيطة بمدينة جاسم من جانبه اشار موقع تجمع احرار حوران الى ان قوات النظام المتمركزة في حاجز قرية سملين استهدفت بقذائف دبابات موقع الاشتباكات في محيط حاجز الطيرة من دون ذكر تفاصيل اضافية ينضم الينا ايمن ابو محمود الناتق باسم تجمع احرار حوران من عمان مرحبا بك ايمن حدثنا اكثر على التفاصيل التي جرت في مدينة الطيرة وكيف هي الاجواء الان نعم يارا تحية لكم والاستاذ المشاهدين للتلفزيون سوريا الاشتباكات دارت مساء الامس في حاجز الطيرة الواقع بين مدينتي انخل وجاسم شمال درعة هذا الهجوم الذي شنه مجهولون على هذا الحاجز العسكري لقوات النظام تزامن معه اطلاق عدد من قذاف الدبابات من حاجز قرية سملين باتجاه موقع الاشتباكات في محيط حاجز الطيرة طبعا لم ينتج عن هذا الهجوم اي من الاصابات من قوات النظام لكن ذلك تزامن مع استنفار لقوات النظام على القطع العسكري المحيطة بهذا الحاجز واليوم نشهد ايضا استنفار على طول الاوتوستراد الدولي دمشق درعة وتكثيف للدوريات الامنية التابعة لاجهزة النظام الامنية المخابرات الجوية والمخابرات العسكرية التي تنتشر بشكل مكثف يوميا على طول طريق الاوتوستراد الدولي دمشق درعة بالتزامن مع ذلك لوحظ يوم امس ان الطيران الحربي الاسرائيلي شن غارة جوية على تل الجابية شمال غرب درعة هذا التل وأيضا نتحدث عن قصف مدفعي اسرائيلي استهدف الأراضي الزراعية في ريف القنيطرة الجنوبي تحديدا في محيط بلدات الرفيد والمعلقة جنوبي القنيطرة أيضا تزامن ذلك مع قيام جيش الاحتلال الاسرائيلي بتفجير حقل للألغام غربي القحطانية في ريف القنيطرة هذه مدينة القحطانية في غربي القنيطرة طبعا كل ذلك يجري وسط استنفار لقوات النظام في عدد من الكتائب العسكرية والسراية في ريف درعة الغربي وفي رياف القنيطرة أيضا ميليشيا حزب الله لبناني تتنقل متخفية بزي قوات النظام بين الثكنات العسكرية طبعا هناك عدد من الثكنات العسكرية التي يتم نقل صواريخ الكاتيوشا منها تل الجابية طبعا وطائرات مسيرة انتحارية من عدة أنواع منها شاهد 163 وعدد من الطائرات المسيرة التي تستخدمها هذه الميليشيات في هجومها على منطقة الجولان المحتل وعادة ميليشيات عراقية هي من تتبنى عمليات الهجوم لكن تساعدها أيضا ميليشي حزب الله لبناني لنقل هذه المسيرات إلى عدد من المواقع العسكرية ذكرنا منها سابقا مطار إزرع الزراعي الذي أيضا كان هناك استهداف له من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي وعدد من الرادارات طبعا خلال مطلع شهر تشرين أول الجاري قامت إسرائيل بتدمير خمسة من منظومات الرادار والإنذار المبكر هذه عملية تدمير هذه الرادارات كانت مقدمة لاستهداف مستودعات تخزين أسلحة ومنى تحتية تابعة لقوات النظام كنت أريد أن أسأل عن الاستهداف الإسرائيلي كذلك الذي طال أو تم تفجير فيه حق الألغام في القنيطرة ما الذي جرى بعد هذا التفجير؟ هل هناك أي إصابات؟ لا يوجد أي إصابات طبعا يرى لابد من الإشارة إلى أن حقول الألغام هذه هي قديمة جدا في الآوينة الأخيرة وخلال العام الحالي شهدنا تفجير عدد من حقول الألغام في المنطقة الفاصلة بين محافظة القنيطرة ومنطقة الجولان المحتل هذه حقول الألغام التي جرى تفجيرها تبعها ما شهدناه مؤخرا من إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه يقوم على بناء سياج أمني بين المناطق الفاصلة بين الجولان المحتل ومحافظة القنيطرة كان ذلك من خلال امتداد جيش الاحتلال نحو 500 متر باتجاه الأراضي السورية طبعا على طول الطريق الواصل بين محافظة القنيطرة والجولان المحتل هذا السياج الأمني الذي يجري إنشاءه طبعا في كل نحو 50 عنصر من جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل شبه يوم يقومون على إنشاء هذا السياج الأمني وعلى بعد 50 متر هناك نقطة حراسة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي شكرا جزيلا لك أيمن أبو محمود ناطق وسن تجمع أهرار حورانك كنت معنا من عمان إلى شرق سوريا حيث ذكر موقع نورث بريس عن مصدر عسكري في قوات النظام السوري بأن قوات يعتقد أنها تابعة للتحالف استهدفت عناصر للميليشيات الإيرانية بريف دير الزور وأضاف الموقع بأن الهجوم وقع في قرية مظلوم واستهدف عناصر من الميليشيات الإيرانية في أثناء تجهيزهم منصة صواريخ قرب مدرسة في بلدة مظلوم بريف دير الزور مشيرة إلى مقتل قائد مجموعة يدعم حمد خلف البكيري وعنصر آخر يدعى عفاش الخاط قالت القيادة المركزية الأمريكية سينتكوم أنها نفذت سلسلة ضربات جوية الأثنين الماضي ضد مواقع لتنظيم الدولة في البادية السورية وذكرت سينتكوم أن الضربات أدت إلى مقتل خمسة وثلاثين عنصرا من التنظيم وستعطل قدرته على التخطيط وتنفيذ الهجمات ضد المدنيين وحلفاء واشنطن أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية إجراء قواتها منورات عسكرية في قاعدة لقواتها في شمال شرق سوريا وقال حساب التحالف الدولي في منشور له على منصة X إن التدريب شمل استخدام مدفعية هاوتزر M777 وتظهر الصور عددا من الجنود الأمريكيين وهم يجرون المناورات هذا وكانت القواعد الأمريكية في سوريا قد تعرضت في الآوينة الأخيرة لسنسلة هجمات من ميليشيات موالية لإيران قال الدفاع المدني السوري إن قوات النظام استهدفت بالمدفعية السقيلة شرقية إدلب دون ورود أنباء عن وقوع إصابات وذكر الدفاع المدني أن مدفعية النظام استهدفت الأراضي الزراعية بمحيط مدينة سرمين مشيرا إلى أن فرقه تفقدت الأماكن التي طالها القصف وتأكدت من عدم وقوع أي إصابات في صفوف المدنيين أفاد مراسلنا بأن عدة طائرات مسيرة انتحارية تابعة لقوات النظام السوري استهدفت شرقية إدلب أو استهدفت وأضاف المراسل أن ثلاثة مسيرات انتحارية استهدفت قرية مجدلية من دون وقوع إصابات بين المدنيين هذا وكانت المسيرات الانتحارية استهدفت قرية آفس يوم أمس الثلاثة وأسفرت عن دمار مركبة لأحد المدنيين نتعرف في هذه المادة إلى طائرات FPV التي يستهدف بها أو يستهدف بها النظام مناطق في شمال غربي سوريا ترجمة نانسي قنقر 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 وكان قد حذر الدفاع المدني السوري من كارثة إنسانية جديدة وموجات نزوح محتملة في منطقة شمال غرب سوريا مع اقتراب فصل الشتاء وذلك في ظل استمرار التصعيد العسكري من قبل قوات النظام على المنطقة وقال الدفاع المدني في تقرير له إن استمرار التصعيد يثبت أن النظام السوري وروسيا وحلفاءهم مستمرون في حربهم على السوريين من دون اعتبار للقوانين الدولية والإنسانية مطالبا المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكل المنظمات الحقوقية بالوقوف بحزم إلى جانب المدنيين والعاملين في المجال الإنساني في شمال غرب سوريا كما طالب باتخاذ موقف فعليا رادع يضع حدا لهذه الهجمات والعمل بشكل فوري لمحاسبة النظام السوري وروسيا على جرائمهم ينضم إلينا مونير الحاجي مراسل تلفزيون سوريا في جسر الشغور مرحبا بك مونير حدثنا أكثر على تفاصيل هذه الضربات المدفعية التي استهدفت هذه المناطق في إدلب فعلا يرى الدرات المدفعية التي تتوقف وخاصة في المنطقة الفاصلة ما بين ريف إدلب الشرقي وريف حلب الغربي والتي تعتبر هي انتداب لخط أو محور واحد مع قوات النظام قبل قليل كان آخر استهداف لتلك المنطقة على أطراف بلدة معارض النعسان وآفس في ريف إدلب الشرقي كما أيضا جرى استهداف منطقة تديل وكفر عامة في ريف حلب الغربي وهذه المناطق جرى استهدافها على مدى الثلاثة أيام الماضية تقريبا التصعيد الأبرز في ريف إدلب الشرقي وفي ريف حلب الغربي لكن اليوم مع ساعات الصباح كان أيضا هناك استهداف ممنهج للقسم الشرقي من جبل الزاوية أيضا كان له نصيب من القذاف المدفعية وأيضا الطائرات المسيرة الانتحارية التي استهدفت منطقة آفس في ريف إدلب الشرقي وأيضا استهدفت بلدة مجدلية بثلاث طائرات وكانت الاستهدافات تتركز على المدنيين وممتلكاتهم أدى إلى تدبير سيارة للمدنيين وأيضا استهدافهم وهم طبعا في طبيعة الحال هم عمال يعملون في قطاف الزيتون في هذه المنطقة التي تعتبر محاذية لخطأ التماس الأهالي والأوضاع المعيشية الصعبة تدفعهم للاقتراب إلى خطأ التماس لكسب لقمة العيش فتتبع المدنيين واستهدافهم فعلا يقود سبول العيش لدى هؤلاء الأهالي الذين يخاطرون بأرواحهم لجانب محصول الزيتون وهو المحصول الاستراتيجي في إدلب بالدرجة الأولى الآن نحن في موسم قطاف الزيتون ومتالي وراش العمال هي متواجدة في كل المناطق ليس فقط في ريف إدلب الشرقي إنما في الجنوب وأيضا الغربي وحتى في ريف اللاذقية الشمالي كل هذه المناطق هي مناطق زراعية وتنتشر ورش الزيتون في كل مكان وبالتالي عندما يتم رصد هؤلاء عبر الطائرات المسيرة الانتحارية أو حتى عبر صواريخ الكورنيت اليوم كان هناك استهداف بصاروخ كورنيت على بلدة منطف أيضا في جبل أزاوية أيضا كان لعمال يعملون في ورش الزيتون والاستهداف الآخر كما ذكرت كان في بلدة آفس أيضا كان لسيارات مدنية الاستهدافات بالعموم خلال الـ 24 ساعة الماضية تركزت بالدرجة الأولى على المدنيين وممتلكاتهم سواء بالقصف المتعي أو حتى بالطائرات المسيرة الانتحارية وهذا أيضا ولد ممجة نزوح هي بدأت منذ فترة تقريبا لكن اليوم ترتفع وطيرة النزوح من هذه المنطقة وأعداد النازحين بدأت تبدو أكثر من ذي قبل سيما مع ارتفاع وطيرة التصعيد بشكل أعنف عبر القذافة المتعية وأيضا الطائرات المسيرة الانتحارية وكما ذكرت من يبقى ومن يقترب من خط التماس هو بدافع كسب لقمة العيش من أرضه التي تعتبر قريبا وعما من خطوم التمان شكرا جزيلا لك مونير الحاجي مراسل تلفزيون سوريا في جسر الشغور قال مستشار المرشد الأعلى الإيراني علي خامناء لشؤون الدولية علي أكبر ولايتي إن حكومة النظام السوري حكومة ثورية معادية للصهيونية وأحدى الحلقات الأساسية في سلسلة ما تسمى المقاومة ومن جهة أخرى دعا سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرجي شويغو إلى تقديم مزيد من الدعم السياسي والاقتصادي للنظام السوري وتعزيز عمليات التطبيع معه على المستويين العربي والأقليمي متقدما بحذر متوجسا من أي خطوة يراجع نظام الأسد حساباته وتقدير مساره منذ بداية الحرب في غزة ضمن سياسة النأي بالنفس متأرجحا بين داعميه روسيا وإيران وفي ظل تطور الأحداث الساخنة في لبنان والحرب التي تشنها إسرائيل ضد حزب الله يخرج مستشار المرشد الإيراني علي خامينئي وينفي أي توتر للعلاقات مع دمشق وصيفا بشار الأسد بأنه شخصية مؤثرة تؤمن بالمقاومة رغم غيابه عن المشهد وكأنه خارج الجغرافيا والمعادلات وأمام التصريحات الإيرانية التي تسعى على ما يبدو لعادة النظام السوري إلى المحور الذي يواجه تصعيدا غير مسبوق من قبل إسرائيل تبرز روسيا كلاعب رئيس في معادلة الصراع مع سعيها للضغط على النظام لعدم إظهار معالم واضحة لدخوله في المواجهة إلى جانب طهران مع دعوة سكرتيري مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو لدعم النظام السوري سياسيا واقتصاديا وتعزيز التطبيع معه على المستويين العربي والإقليمي موسكو التي سعت إلى تحييد النظام وإبعاده عن دائرة المواجهة بمواقف ترجمتها على الأرض وبالتصريحات لتزال إيران تؤكد على هوية النظام السوري كجزء من محور المقاومة وإحدى الحلقات الأساسية فيه وما بين هذا وذاك يبقى الوصول إلى حلول واضحة للنظام بعيدا عن متناوله دعا قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبد الوسطاء الدوليين إلى مواصلة الضغط من أجل التوصل إلى حلول دبلوماسية للصراع مع تركيا وفي مقابلة أجرتها معه وكالة Associated Press اعتبر عبدي أن الهجوم في أنقرة كان بمنزلة ذريعة لعملية تركية مخطط لها منذ فترة طويلة في سوريا بحسب قوله وعضف عبدي أنهم منفتحون على الحوار مع جميع الأطراف بما في ذلك تركيا حتى لو استمرت في هجماتها مناشدا التحالف الدولي والوسطاء الآخرين لمواصلة الضغط من أجل التوصل إلى حلول دبلوماسية من جانب آخر قال مظلوم عبدي أن المحادثات بين قسد وحكومة النظام السوري مستمرة منذ السنوات الأولى لثورة السورية لكنه إشارة إلى أن هذه المحادثات لم تسفر إلا عن تقدم محدود قالت Human Rights Watch أن السوريين الفارين من العنف في لبنان يواجهون مخاطر القنع والاضطهاد على يد النظام عند عودتهم بما يشمل الإخفاء القسري والتعذيب والوفاة في أثناء الاحتجاز ووثقت المنظمة أربعة اعتقالات بحق أشخاص عائدين خلال هذه الفترة في حين أفادت منظمات أخرى منها الشبكة السورية لحقوق الإنسان بحصول عشرات حالات الاعتقال الإضافية في العام الحالي من جهته قال آدم كوغل نائب مديرة الشرق الأوسط في Human Rights Watch إن السوريين الفارين من العنف في لبنان يجبرون على العودة إلى سوريا حتى مع بقائها غير صالحة للعودة الآمنة أو الكريمة وفي غياب أي إصلاحات ذات مغزى لمعالجة الأسباب الجزرية للنزوح هذا وقال مدير التواصل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة Human Rights Watch أحمد بن شمسي في لقاء له مع برنامج المهجر على شاشة تلفزيون سوريا إن أربعمائة وأربعة وعشرين ألف شخص لجأوا من لبنان إلى سوريا سبعون بالمئة منهم سوريون ويعتقد أن يكون الرقم أكثر من ذلك مشيرا إلى أنهم في المنظمة وثقوا أربع حالات اعتقلهم النظام في أثناء عودتهم العيدون السوريون الرقم الأخير استقيناه من الهلال الأحمر السوري الذي يقول أن منذ 24 سبتمبر وحتى الأيام القليلة الماضية لجأ حوالي أربعمائة وأربعون ألف شخص من لبنان تقريبا 70% منهم سوريون والباقي 30% لبنانيون هربا من القصف الإسرائيلي لكن هذه هي الأرقام الرسمية فقد يعتقد أن هؤلاء تم إحصائهم عبر المعابر الحدودية الرسمية يعتقد أن آخرين عبروا بشكل غير رسمي فقد يكون الرقم أكثر من ذلك أما فيما يخص المعتقلين فنحن خصوصا واتقنا أربعة حالات لكن هناك حالات أكثر تم توثيقها من طرف منظمات أخرى فالشبكة السورية لحقوق إنسان تقول أن هناك عشرات الحالات من اعتقالات الإضافية ضمن هؤلاء العائدين أكد رئيس هيئة التفاوض السورية بدر جاموس أن الدول العربية مجتمعة لديها القدرة على دفع العملية السياسية الخاصة بسوريا وطالب جاموس ضمن ملتقى الشرق الأوسط 2024 جامعة الدول العربية بعقد مؤتمر دولي خاص بسوريا يسهم في دفع العملية السياسية وفق القرارات الدولية واعتبر جاموس أن هيئة التفاوض تؤمن أن الحل في سوريا هو فقط من خلال القرارات الأممية والدولية معربا في الوقت نفسه عن أمله لو كانت هناك خطة عربية موحدة للجامعة العربية تؤدي إلى دفع النظام للمضي بالحل السياسي وفق القرارات الأممية عقدت هيئة التفاوض السورية لقاءات مع شخصيات سياسية ومنظمات مجتمع مدني وأحزاب سياسية كردية في أربيل على هامش حضورها لاجتماعات منتدى مهري ملتقى الشرق الأوسط خلال هذه اللقاءات جرت مناقشة آخر التطورات المتعلقة بالعملية السياسية السورية واستعراض الأنشطة الدبلوماسية والسياسية والقانونية مهم بالنسبة لنا كسوريين دائما كان واقف إلى جانب السوريين وإلى جانب قضيتهم نحن حرسين دائما أفضل العلاقات والتشاور معهم بالأمور السياسية وأيضا بأحوال السوريين الموجودين في قليم كردستان اللي حقيقة تم استقبالهم بشكل جيد هدف هذا اللقاء هو بناء الجسور الحقيقية والمباشرة بيننا وبين أهلنا إيصال معلومات صحيحة وتبادل الأفكار سماع وجهة نظرهم والمساهمة بعمل هيئة التفاوض من خلال اللجان للخبار رأيكم في مشاركة حقيقية منهم بلجان هيئة التفاوض بأعمالها إن كان باللجنة القانونية أو لجنة المعتقلين أو لجنة الدستورية أو لجنة الانتخابات أو لجنة الحكم يجب أن يكون هناك عمل تفاعلي بيننا وبين مكونات السوريين أهمية اللقاء تكمون بأن هناك فجوة كبيرة في التواصل بين السوريين من كافة المناطق السورية المختلفة وتشتسير هذه الرؤى لضرورة بناء تصور لمستقبل سوريا هو تماما أهمية هذا اللقاء بأن عمل هذا اللحمة وزيادة التواصل وأهميته أنه ما صار سابقا كثير من هذه اللقاءات للأسف هذه المنطقة خاصة اللاجئين في قليم كردستان العراق نظمنا لقاء مع نخبة سياسية وثقافية وبعض المنظمات كان لقاء إيجابيا كان هناك بعض غموط حول بعض المواقف كان هناك احتقان بأمور معينة لكن بعد الإحاطة الشاملة لرئيس الهيئة حول مهمة هيئة التفاوض ووظيفة الهيئة التفاوض والأطر الموجودة ضمن هيئة التفاوض كانت النتيجة إيجابية ونعتقد نحن بحاجة إلى تكرار مثل هذه اللقاءات كان لقاء جيدا ومن شأن إعادة أو تكرار هذه اللقاءات أن يزيد اللحمة وكذلك تطوير العلاقات بين المجلس الوطني الكردي والجانب الوطني السوري المتمثل بقوى الثورة والمعارضة السورية سواء كان هيئة التفاوض أو الاعتلاف الوطني السوري نحن من جانبنا ككتلة المجلس الوطني الكردي في الاعتلاف نشجع على هذه اللقاءات ولدينا الآن مخطط أو برنامج نعمل عليه في المرحلة اللاحقة كي نجري عدد من هذه اللقاءات يعني بين كل فترة وفترة يصير لقاء هيك موسع جماهيري أدل الأمين العام الجديد لحزب الله نعيم قاسم بتصريحات حول آخر التطورات في أول كلمة له بعد اختياره أمينا عاما لحزب الله وقال قاسم أنهم مستعدون لحرب طويلة ضمن تطورات المرسومة سنستمر في تنفيذ خطة الحرب التي وضعها مع قيادة المقاومة وسنبقى في مسار الحرب ضمن التوجهات السياسية المرسومة طبعا نتعامل مع تطورات هذه المرحلة بحسبها بعضهم يعتبر أن إسرائيل استفزت وهل تحتاج إسرائيل إلى ذريعة؟ وهل نسينا خمسة وسبعين سنة من قتل الفلسطينيين وتهجيرهم وسلب الأرض والمقدسات والأملاك والقدرات وارتكاب المجازر ورأينا فقط ما حصل في طفان الأقصى كتعبير حقيقي عن هذا الرفض لهذا الاحتلال لمدة خمسة وسبعين سنة؟ وضاف قاسم أنهم لا يقاتلون نيابة عن أحد بل من أجل حماية لبنان وإسنادا لغزة بحسب قوله معتبرا أن إيران تدعم مشروعهم ولا تريد شيئا منهم وأن قناعاتهم مشتركة ما حد عم بيقاتل نيابة عننا خليكم معروف للجميع نحن لا نقاتل نيابة عن أحد ولا لمشروع أحد نحن نقاتل من أجل مشروعنا نحن مشروعنا حماية لبنان نحن مشروعنا تحرير أرضنا نحن مشروعنا مؤاذرة إخواننا في فلسطين نحن مشروعنا أن يكون بلدنا مستقلا نحن مشروعنا أن نمنع أمريكا وإسرائيل أن تتحكم فينا أما الجمهورية الإسلامية الإيرانية فهي تدعمنا لمشروعنا ولا تريد شيئا مننا لش نحن شو عم نحرر لما منحرر بالجنوب عم نحرر أرض إيرانية ولا أرض لبنانية قالت وزارة الصحة اللبنانية أن حصيلة القتل في لبنان منذ بدء العدوان الإسرائيلي حتى يوم أمس وصل إلى 2822 قتيلا و12937 جريحا وذكرت الوزارة أن 30 مواطنا قتل وأصيب 165 بالجراح يوم أمس الثلاثة مضيفا أن 11 لبنانيا قتلوا وأصيب 15 آخرون إثر غارات إسرائيلية على بلدة سحمر بالبقاع شرقية لبنان ينضم إلينا مراسل تلفزيون سوريا في ترابلس أحمد القصير مرحبا بك أحمد معنا ما هو الجديد في الساعة الأخيرة وخاصة بعد كلمة نعيم قاسم هل كان هناك أي صدى لها في الميدان مرحبا يرى طبعا التحذيرات الإسرائيلية الأخيرة كانت هي تتجه نحو مدينة بعلبك ومحيط مدينة بعلبك وهذا ما أدى إلى حركة نزوح كبيرة من مدينة بعلبك أدت هذه الحركة إلى ما يقارب مئتي اللازح أو أكثر باتجاهها لبعض المناطق التي كان حددها الجيش الإسرائيلي عبر تحذيراته قال أن هذه الطرق هي طرق سليمة أو لا يتم استهدافها أثناء سلوك هذه الطرق إضافة إلى أنه أيضا كان هناك ما يقارب 28 بيانا حتى اللحظة من حزب الله من بعد كلمة عمين عام حزب الله الجديد إضافة إلى أنه أيضا كان هناك عدة غارات جوية استهدفت مدينة بعلبك وصلت هذه الغارات إلى ما يقارب 20 غارة جوية استهدفت عدة مناطق منها طرية والشمسطار وبريتال إضافة إلى الأنصار ومجدلون وخزانات وقود في سهل دوريس ومجدلون وطريق الكيال وأيضا كان هناك ازدحام على استراد عرية نتيجة استهداف سيارة إضافة إلى أنه كان هناك حزام ناري كبير على مدينة بعلبك ومحيطها وبعد ذلك كان هناك أيضا مزر حصلا في مناطق بعلبك وتحديدا في بيت سليبي وبدنايل التي سقط فيها عدد من الضحايا وعدد من الجرحة ولا يزال كان هناك مفقودين تحت العنقاد نتيجة هذا الاستهداف إضافة أيضا أنه كان هناك غارات مكسفة على مدينة الخيام والنبطية وتحديدا في النبطية كان هناك خمس غارات على حي الراعبات وغارة على المبنى موجود في شارع محمود فاقية وأيضا غارة على مولدات الكهرباء التي كانت خلف الصويري الصبوري وغارة على حي الميدان كل ذلك على مناطق النبطية وما حولها إضافة إلى غارتين على بلدة كفر الجوز وأيضا كان هناك رصد لإطلاق صواريخ من اللبنان باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة وتحديدا باتجاه الجليل الغربي حيث رصد إطلاق أكثر من خمسة عشر صاروخا وكان هناك الجيش الإسرائيلي محاولات تقدم منذ البارحة من جنوب شرقي منطقة الخيام التي استهدف حزب الله فيها تجمعين لجنود في منطقتين في تلك النقطة التي كان يحاول أن يدوغ منها الجيش الإسرائيلي وكان الجيش الإسرائيلي فجر عدد من المنازل في بلدة انضغيرة بعد أن قام بتفخيخها وكانت حصيلة الجرحة والمفقودين والضحايا وصلت أحد عشرة ضحية في حصيلة أولية لمزارتي بلدتي بدنايل وبيتسليمي غرب وكانت لا تزال الأعمال رفع الأنقاض جارية إضافة إلى أن هناك عدة استهدفات كما ذكرنا من حزب الله وكان أحد هذه الاستهدفات بهجوم مركب من الصواريخ النوعية وسرب من المسيرات التي استهدفت قاعدة عين شيمر والتي تعتبر هي قاعدة للدفاع الجوي الصاروخي في قاعدة اللواء الإقليمي شرق الإخضيرة والتي رصدتها بعض المواقع الإسرائيلية لانفجار مسيرة في أجواء الإخضيرة وطبعا كان هناك استهداف مع ذلك في هذا الاستهداف لتجمعات الجنود الإسرائيليين وفي معسكر الياكم وهذا يعتبر الاستهداف النوعي الأكبر اليوم لحزب الله وكان قد أتى بعد كلمة أمين عام حزب الله قرارة الساعة الساعة إلى ربع مساء أحمد هناك حديث عن الجيش الإسرائيلي يقول أنه نشر وثيقة مسربة لمقترح وقف إطلاق النار هل هناك أي بوادر لهذه المفاوضات أو لهذه الهدنة حديث عن سحب الأجيش الإسرائيلي خلال سبعة أيام هل كان هناك أي تفاصيل من الجانب اللبناني بخصوص هذا الموضوع؟ طبعا لا تفاصيل حتى اللحظة حتى أن الجانب اللبناني لم يتبلغ بزيارة أمس أكشتاين أمس أكشتاين حتى اللحظة إضافة إلى أنه كلمة أمين عام حزب الله نعيم قاسم تنافي هذه الورقة وتحديدا عندما قال أنه مستمر في إزناد غزة وقال أنه ندفع عن أرض لبنانية ولسنا وقوات مدح الدعم الإيراني لحزب الله وقال أنه لم يدعمنا أحد سوى إيران لذلك نحن في الصف الإيراني في هذا الدعم ونتشكر إيران على هذا الدعم كما ذكر في كلمته إلى الآن لا يوجد حديث عبر القنوات الرسمية اللبنانية أو المسؤولين اللبنانيين لكن الحديث كان عبر وسائل الإعلام الإسرائيلية ثم كان قد طرحته أيضا قناة محلية في اللبنان لكن المحادثات إلى الآن هي مجمرة بورقة سربتها إسرائيل والتي قالت أن هناك اتفاق محتمل يقضي بسحب إسرائيل جنودها من اللبنان أو انسحابها من اللبنان خلال مدة أقصاها أسبوع ومراقبة أي خلق لهذا الاتفاق ستكون باستهدافات أيضا جديدة كما ذكرت التسريبات الإسرائيلية لكن رسميا إلى الآن لم يعلن أي موقف في اللبنان ولم يذكر عن أن هناك زيارة للمبعوث الأمريكي إلى اللبنان لكن الجانب الإسرائيلي قال أن المبعوث الأمريكي يسيغوا اتفاقا بين اللبنان ويسيغوا مصودة اتفاق بين اللبنان وإسرائيل شكرا لك أحمد قصير مراسل تلفزيون سوريا في ترابلوس وكان الجيش الإسرائيلي قد أمر سكان بعلبك وعين بورضاي ودورس في البقاع الشرقية لبنان بالإخلاء تمهيدا لقصف تلك المناطق وعادة ما يبدأ القصف بعد دقائق قليلة من أوامر الإخلاء الإسرائيلية تمسك بجميع الأقلام حينما تدون خلف إسرائيل الاحتلال والقتل والتهجير في هذا اليوم الأربعاء الثلاثين من أكتوبر تشرين الأول وفي أحدث ما قد يكتب في هذا الإطار أصدرت إسرائيل أمرا بالمغادرة لا لأصحاب حي أو مربع سكاني أو شارع بل لسكان مدينة بكاملها على كل إنسان منهم ترك بيته وكل تفاصيل حياته والمغادرة فورا بأمر من الجيش الإسرائيلي وعلى مسمع ومرأة من العالم مدينة بعلبك شرقي لبنان البالغ عدد سكانها على أقل تقدير ثلاثمائة وخمسين ألف نسمة جاء عليها الدور اليوم في قائمة إسرائيل للتهجير عبر إنذار عاجل أصدره الجيش الإسرائيلي هذا إنذار عاجل إلى سكان بعلبك وعين برضاي ودورس جيش دفاس بسدد العمل وبقوة لدى مسال حزب الله داخل مدينتكم وقرىكم ولا ينوي المساس بكم فمن أجل سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فورا والانتقال خارج المدينة والقرى عبر المحاور التاريخ بعلبك أو مدينة الشمس إرث الحضارات التاريخية الواقعة شمال سهل البقاع وشرق نهر اللطاني البالغ عمرها عشرات أضعاف عمر إسرائيل تستهدفها الأخيرة بالغارات والقذائف ما أدى إلى تهدم بعض مباني المدينة القديمة في إطار حربها مع حزب الله محافظ بعلبك الهرم البشير خضر قال إن هناك حالة هلع في صفوف السكان بعد إنذارات الإخلاء الإسرائيلية ودع المسؤول اللبناني سكان المدينة إلى المغادرة باتجاه محافظة الشمال واصفاً الوضع في المدينة بأنه كارثي وذكر منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في لبنان عمران رضا ذكر أن مئة شخص قتلوا في بعلبك نتيجة للغارات الإسرائيلية وأوضح المسؤول الأممي في بيان له أن أكثر من ثلثين متضررين في منطقتين البقاع وبعلبك من النساء والأطفال وقال رضا إن عدداً لا يحصى من الناس فقدوا منازلهم وسبل عيشهم ووصولهم إلى الخدمات الأساسية وأنه يجب على هذا العنف التوقف فوراً يقول المسؤول الأممي طالبت بلدية بيت لهيا في قطاع غزة بوقف الإبادة وفتح ممر أمن لإغاثة السكان كما أعلنت المنطقة أو أعلنت منطقة منكوبة من جراء حرب الإبادة والحصار الإسرائيلي المتواصل منذ أسابيع وأكدت البلدية أن المدينة بلا طعام ولا مياه ولا مستشفيات وأتباء ولا خدمات والتصالات وطلبت بوقف الإبادة الإسرائيلية وفتح ممر آمن لإدخال المستلزمات الطبية والغذائية والوقود ومعدات الدفاع المدني والاستعافات إلى المدينة وشمال قطاع غزة بدأت منظمة الصحة العالمية إجلاء عددا من المرضى من شمال قطاع غزة وذلك تمهيدا لإخراجهم خارج القطاع لأجل العلاج ناصحا من الشمال ووضع الصحي صعب جدا والحمد لله تم إجلاء من الشمال لجنوب غزة العلاج بالخارج والوضع الصحي في الشمال لا يوجد علاج مهائيا وأنا إلي حاليا سنة متطاوبة لا يوجد علاج أو عمليات حتى فيتامينات حتى وضع الصحي ويتحسن ما فيه كشفت مشاهد وثقتها وكالة الأنضول حجم الدمار الهائل الذي لحق ببلدة بيت لاهية حيث تحولت هذه المدينة التي كانت تملؤها المساحات الخضراء إلى منطقة رمادية من الخراب والدمار تنتشر في شوارعها رائحة الجثث المتحللة تتجد من أطلال من خلال الصحي ويتنا هي تقريبت معطقتها وكالة الأنضول هي كانت تجد من أطلال من أنتظرنا من خلال الصحي ويتنا وكالة الأنضول هي تجد من شبال عدوان لكالة الأنضول طبعا ما زيت نزحت خلال 24 ساعة بعد عودة 24 ساعة زي ما انتم شايفين ضمار فل مكان الملامح تاعد كل الدور تاعد اي شارع في اي خريطة في اي دولة ما فيش فيها ما فيش ملامح يعني مش عارف ضاري من ضاري اللي جنة جراننا مش عارف مين هما ريحة الشهداء على اكرمكم يعني اكرام الماء يدفنوا فيش يانا ايش يسموه كامل الماء يدفنوا ريحة يعني في الشوارع شو هذا مرميين فيش طوارئ اللي بنطخ والي بتصاوب بنقول له اصبر لغاية طرابنا يعني ياخذ وضيعت ويستشد درميين فيش طوارئ خلال اللي بنطخ مرريحة بنطخ أختم معكم بهذا وعلى رأس الساعة تلقاكم ربا حبوج في السباق إلى البيت الأبيض اشتركوا في القناة